السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله منحبا بكم اليوم على قناة لكي اليوم ان شاء الله أخواتي يجدكم فيديو جديد فيديو تحفيزي النشاط الطاقة الإيجابية شان قولكم بوصفات متنوعة اليوم جبتكم روتين مسائي ان شاء الله يعجبكم نفوتها معكم بكل السوالح الشابين فيه ومام السوالح ليمشي شابين وغادي فوتوه اليوم بشمع بسم الله على بركة الله نبدو أول حاجة شوفو هنا يا بديت هاس مقولو معاها كثلاثة الحشية معاها اخدكم انا انا انتي ارقاد حشية اسم حشية مانجيل هنا كنت في السباح حضرت ميناج كملي للدار وكل شيء لا أريد أن نطول عليكم ونوري لكم كل الميناج وكل شيء المهم هذا اليوم ترى شوية برد وشوية شميسة وكل شيء هو دياركم انا حتى العاصر عادة كنا نبلع تواقي باش نبديك النسمة الباردة الحشية ما تدخون ليش للدار هنا يا أخواتي كما رأيته رديت الليطاب الجيغون البلايسهم التعطير مهم جدا انا عندي الباخور نديرها يوم الجمعة باش اولادي ما يتبلعوش تعرفوا بللي هما أزماتيك وهذا العطور تعستيك ولا هاد الأعواض النشرة ما شاء الله ما ديني حساسية نواله وقاع العطور اللي فيهم من أروع ما يكون كل واحدة تقول اختها واخري غادي قاع شابين هنا يراكم تشوفوا عطرتهم واتقو لكم فترة طويلة كما يقول لك تشد لك حتى الشهرين كل خطرة كل ما تدخلي للصالة هاديك الأعواض قلبيهم بشيطوا لك ريحة شابة من بعد منا شوفوا أولادي أنا هاد الأيام مترا هم مرضى بالاقريب والريح وقاعركم عارفين اسمه قيلو الخطش البارح الثلاثة حشية وهذا روتين تاع هنا رحت الكوزينة كما نقول لكم دائما الكوزينة كل خطرة فيها كوان كما لكم تعرفوا باللي راني نستعمل اياكل اللي يقلع لي الغالبة في كل شي لا تشوف حجم زيتة حجم سبكة الرخامة الحيطان يعني ما شاء الله هنا مساحة تقايع على الأيرفراير تعرفوا باللي كل يوم نستعملوها مع هادي اللي قلتولي هادرين عليها نخلي لكم رابط على الفيديو اللي فوت لكم فيه الأيرفراير هادي تاع سلفر كرست يعني ما شاء الله نخدم بيها ميكرو روند هادي الخاصية عليها اللي قلنا نمسحها دوريا نمسحها دائما انتو شوها مساحة الغريبان تاني كما شفتو قايد خل فيها الياكلين لا تخافوش بسكو بروضي هادا بيو ما غدي شيئ ديك في يديك وما مكي تشعلي الالكتروميناجتها كي يحمى وصائي ما تخموش بلي كون تفاعل بينهم وبين اياكلين هنا مساحة كل شي سرتو الفريتز تلملي بزاف التسباكو كل شي ما شاء الله وقلت لكم اللي دائما نفرج عليها اياكلين اللي لا نجمش نستغني عليه في داري راني في قربة عامين وانا نخدم به ما شاء الله سماغي يكمل اياكلين نحسب لي حاجة ناقصتني تحسبو الملح في الماكلة المهم هنا اخواتي كملت ومبعد رحت نديلهم هنا بشي قهوة وحشية ولا بشي شربولاتي كنت بغي نديلهم دي بانكيك ومبعد قلت لهم البغرير ندير معكم عفوان الوصفة البغرير اليوم سميد وسميد الرقيق سميد الرقيق 150 مللتر زيت معها رشات الملح ملعقة صغيرة السكر وزيت معها ربع كيسين لما دافي دايما نقول لكم باش البغرير ما يخسر لكمش دايما الماء يكون فيه نسمة الطفاء مشي حامي ومشي هكا تحسي بيه بلي دافي بزهر غير نقلعو لها الصر من بعد هنا زيت نصف علبة خميرة الحلويات وزيت معها ملعقة صغيرة حسل لكي يخرج لكم حمر من تحتها وثاني ندير المكون الأساسي اللي هو خميرة الخبز ملعقة الصغيرة ملعقة خميرة خميرة خلت كل شيء مع هذا كل ما بالفوة ومن بعد بالبرامج كثير تلتقايق وانتي وجدت هذا بدون اختمار خليت علاجها ما بلا نحمي المقلاء وعمرت البرات لكي نوجد لهم وقت اعداد الشاي راح تحضري هاد البغرير بدون اختمار هنا اخواتي حميت المقلات هادي اللي تاع البانكيك نستعملها الميني بغرير نستعملها يعني اي فطائر هاكا نبغي نديرها شوفوا ما شاء الله عملي يوقاع لكن تبغي الشوعلة كبيرة سينوت حموها بزاف انا حميتها هنا حوالي زوجت قايقو لثلاتة ودرت البغرير شوفوا لي يجي ما شاء الله خفيف ومشاهد ما شاء الله انتقب ويخرج لكم كمية كبيرة كي تديرو هاكا صغير من بعد هنا بديت نوجد لهم هاكا باش كي نادوا وغسلوا وجههم وقاع باش يتكتو هنا اللي تاي نديرها هنا نحن تاعنا نخدموه كيمة هاكا ما نديروش كيمة صحراء نقطبو اللي تاي انشال له تلت خطرات بالمحامي وهنا بعد بالصفايا تحطيه في البررة وتزيدين النعناع نحن نقطروا النعناع لا تقولوا ليش تيزانا ولا ما يجيكش كيمة تيزانا راه فيه نعناع وفيه فيه لتاي هنا نحن نحطوا له الوراق وهذا كل الأخصان تاع السيقن تاع النعناع ننقردهم هاكا ولا نهرسهم باش يطعوني النكهة هنا كم تشوفوا ما شاء الله شوفوا لي ما شاء الله يعني كل شي جاش باب وهذا الميني بغرير جاء من أروع ما يكون تقدري تحضره لضيافك تقدري تكوني خارجة وتديه يعني شاهدكم في الجنة ومع كوية استعلاتي وانتم ما تشربوا وتاكلوا بالصحة والهنا نسمنكم تجربوا هاد الوصفة اليوم وتردوا لي في لكم وانتغتاكم وماذا بيكم ترسوا لي التطبيق في الانستغرام بارك الله وفيكم نرح يمر عندكم عبر الشاشة وهنا ثانية جيت نشارككم اللحشة اللي درتها البارح فيه البسباس والعشاق البسباس هادي غتوليكم إدمان شوفوا لي جيبوز بسباس يكون كبار دائما نخسلهم غاية حتى السبالة بهم بالأخصان تحلوا الداخل وتلقوه بالنقيسة ومتزدت تغسليه ولكن فيه أتربة رح يعود يغسليه انا هنا هنقيم ما شاء الله قطعته عشوائي الأخصان تواعه ما ترموهم شو لسيقان تواعه خلوهم دو كنقوكم شذيروا بهم تحط فيها حبابصل متوسطة أنا هي حبابصل كانت عندي كبيرة قلعت منها غير لقد تقلقوا بصغير الزيت وحصلت على زيت لدولك صحيه سوف تضع البسباس لانه يمقطع مع البصلة ثلاث حباب بطاطة ثاني يراهم صغار حبابت ماشي كبار ونطلقوا بصغير حبابت ماتوسطين سوف تقطعهم ثاني عشوائي وتضعهم مع الخضر اللي درناها بصل والزيت نضعها تتقلالي فوق النار كي بدأت تتقلال هنا تجيبوا الكرافس بس حمدى بيكم الكرافس ليس كما هذا الصغير انا كان عندي غر هذا الصغير والوراقي يجبوا ورقة ولا تكتروا الوراقي يجبوا الاخصان الكرافس هكا الزوج يكونوا كبار ولا تقطعهم هنا مع الخضراء قلوا كل شي شوية ملح شوية الفلفل والحرور شوية سكنجبير لا تكتروا سكنجبير وهنا قلوا كل شي ومرقي بيعطروا نصف على الماء ولا تطيع الحساب الخضراء بلع الكيكوتا وخلي كل شي او 40 دقيقة من بعد كانت عندي حبيبات البطاطات قطعوهم وتنسموهم بالرند والثوم وشوية الملح وخلوهم يغلو في المحتة لا يشدوا لكم لا يشدوا الوقت ولكن قطعت الحب على زوج من بعد خليتهم يطيبوا والأخصان بالبس بس نقيهم مليح مليح ودريهم في الأكيس الكنجلاتور ودريهم في الكنجلاتور تحتاجهم في وقت اللي تبغي تدري فيه السوب تقدري تدريهم مع الروز تقدري تتعفقيهم مع الحوت تدري بهم بزر سوالح مع تل حريرة وتقيسي هكا زوج أخصان المهم بزف بزف أملاح وتقدري تدري بهم ثاني خليتهم خضرين تدريهم تيزانة وتشور بهم ما شاء الله الفوقتهم كبيرة من بعد اخوتيتي تطابت لي هذيك البطاطا تحطوها في بيغيكس و جيبي كيس وتبزطيها بهذاك الكيس يعني تأكرازها بالكيس ومن بعد هنا يصنوا بالأكراز برو بوم دوتار هذيك اللي تخدمي بها أنا درت لكم كيس بش خف خف جيبوا معاهم مغرف صغيرة دهان تخلطوها في هذيك البطاطا وزيدوا معا هذيك ملح وشوية فلفل حل وهنا اعجبت لساية أكراز تجيب المغرف تحاول بشوفوا البراطا مدرنة حتى حاجة ناشف طلعوا لها الحاوف تجدوا كيما الفون ده طاقت هذا هو الفون تجدوا من الكيش الكيش ليوم مفيه هاش عجين فيها بطاطا في بلاس العجين ومن على جهة جيبوا مقلة ديروا فيها شوية حبة طاقة حبة طابة مستوى وفصة تتوى خلطها معها و تكون عندك هنا صدر دجاج مقطع دي كيب هنا بعد اللي اتقلي هادو و يطيح و يتدبلو شوية في المقلة تزيد عفوان هادوك مكعبات الدجاج ولا كفتة ولا كما بغيت انتيا ومن بعد هنا هنا المفاجأة انكتع الضوء و رضيناها على شاندل كما كنت نشوف هنا رحت جبت الشمعة من الصالة و شعلتها و حطيتها قدامي و قلت موحان للايخ لنكمل لكم الوصفة على لغة لبسا يبدينها من بعد هنا يا اخواتي ستتبلوها بشوية ملح شوية فلفل الكحل شوية الكوركم شوية سكنجبير و شوية فلفل أحمر و القليل من الكمون لا تكتروا الكمون هنا قاعد لي زي بي سليدرناهم و نسمنا بهم هادوك الدجاج و هادوك البصلة غادي نقعدوا و نقلوا فيهم أنا هنا يراني نصور لكم و نقول شها غادي تحلي لسوب تاع البسبس شكون غادي تحنها لك المهم هنا شوفوا لي اخواتي قدرت لها ملعقة صغيرة تاع طمطن مركزة بعد اللي تغطوا عليها باش تطلق لكم هادوك العسارة سينو لما طلقت لكم جديروها شوية على الماء و من بعد هنا تزيدون نصف كأس من الماء تخلطو كل شي و خلوها تتجمر من بعد جيبوا لي شوية معدنوس حطوه معاها في الخالط و خلوها غا شوية تكتك و كانت واجدها ها هي قدامكم تجيبوا هادوكيش اللي درناها تحطوا فوقها تاع البوم دوتير تحطوا فوقها هادو الخلطة الرائعة تطفوش على البنينة بزيف بنينة و من بعد غادي خرجكم هادوكيش تخرجكم هاكا مشي ناشفة بالبطاطا ولا حاجة بزيف شباب تفوت غي وحدها حريرية هنا يشوفوا حاولت هاكا نسجم قاعد السطح باش ما تشمو العريجة و من بعد هنا في مقلاء نفسها غادي تحطوا الحليب انا مكانش عندي الحليب بزيف حاولي هنا يا فيتن مستع الكاس على الحليب كان عندي ديروا معاهم مغرف صغيرة مارغارين ولا تاع دهان خلطوها فيه ومن بعد هنا جيبي نصف مغرف صغيرة طامة المعلبة تاني ديرها معا هادوكي الدهان والحليب و بدي هنا تخلطي و جداوه ربي ينوري يماتكم عاود جداوه هنا روحت هنا قدرت نصف كاس على الماء وزيت معاهم ملعاقة صغيرة تعفرينة خلط سما هادي بشامل بفاصة وحد اخرى هنا خلطت هذه الفارينة وحطيتها مع الماء وحطيتها في الخالط الحليب والدهان وطمطة من المركزة شوية ملح شوية عفل فلكحل بالفوية كما هكا تضربوا حتى تتقل لكم شوية مشي بزيف وهذه هي كتبق بق راهي واجدة تحطوها فوق هذه الكيش اللي درناها كطبقة و راهي واجدة الفورت تاعكم غيش جاني ضوء حميته غادي تشعلوا عليها غير من الفوقة جيت لها سوب هنا اطحنتها شوفوا لهذا السوب شوفوا تحزبوركم دارينها بلاك خام تشفيها واحدة البنة ما شاء الله ما درنا فيها حتى حاجة غير المكوينة اللي كانوا فيها هما ليرضوها كريمية من بعد هنا يعطيتكم هاد العافسة بشدروها في تزوقوا بها الليمون شوفوا لي هنايا تخدموها كفاصون تع وردة وهذه هي الحريرة اقدتكم حريرة هادي هي لاسوب بتاع البسباس تخلوها تكتك شوية بعد اللي تطحنوها باش تحصلوا على القوام اللي تطلبوه انتوما بتوها خفيفة بغدوها تقيلة اول كيش تعنا شعلت عليها غير من الفوقة كما قلت لكم كيش شفتها دات طبقة حمرة من الفوقة تاع هديك البش هامل زيتها شوية جبن مبشورت هدا اختياري وترشوا عليها شوية معدنوس وتقدموها وشوفوا لي هادي لاسوب والله العظيم لا طارت في السماء ولادي هبلوا عليها معارهم شوية مرادهم بلعين كل شي شوفوا ما شاء الله كلاو ويعني قل لك هادي امي غير هي اللي غدتعود تديريها لنا ان شاء الله تاني اليوم غدتعود نديرها لهم ما زال عندي البسباس شوفوا لي اخوتتي مع هاد الكيش الرائعة اللي قلت لكم يعني نتمنى نتمنى من قلبي تجربوها وهاد الوصفة خصيصا دسوها الرمضان تفرج عليكم بزاف شوية احبكم في الله والسلام عليكم